كان موجود على كايشي وانا كنت دائم أثني عليه صراحة لكن كنت دائم أقول اللعب هذا مسكين حظه يعني غير جيد اللاعب زي ما تفضل سعد وكابتن إبراهيم من أخطر اللاعبين تحركات متعبة لأي دفاع يخلخ لأي دفاع إذا كان فيه أحد حيستفيد من تحركاته هذه بتكون يعني جبهة هجومية خطيرة صراحة اللاعب يمتلك بنيا جسمانية يعني مميزة عنده السرعة عنده المهارة عنده التحرك وعنده الحماس والقوة والروح لكن مشكلته حظه غير جيد وهذه تحصل بعض اللاعبين في بعض عندي يتفجر ينفجر الطاقاته تتفجر طاقاته وهداف ويلعب هذه مرة عينا كثير اللاعب اللي زي عكايشي أنا ما شوف فيه شي ناكسه صراحة غير التوفيق ولا هو متكامل صراحة لا من حيث الصراحة ولا من حيث القوة الآن اللي بتقلب العكايشي وعودته أنا يعني هو شوف هو الآن سأصبحت علاقته مع جماهير الاتحاد وعلامة الاتحاد غير جيدة فبالتالي صعب أنك تجيب لاعب مدرجك رافضه وإعلامك أول نسبة الأكبر من مدرجك وإعلامك لا رافضه صعب أنه يعود ثاني مرة نفس النادي وانت راح تثير المدرج من البداية إيه قطع غير كذا زين الدعم اللي موعود فيه الاتحاد في الشتوية رفع ثقف طموحها الاتحديين يفكرون بلاعبين يعني أسماء زين اللي حمي يشوفون في الهلال قوميز في الناصر مرابط في الأهلي جنين يبغون زين اللاعبين هذولا الاتحديين ومن حقهم طبعا وأنا أعتقد أنه الاتحاد في الفترة الشتوية يعني بيكون فريق ثاني بعد الفترة الشتوية التحركات اللي قاعدين يعملها لإدارة الاتحاد بدعم معين المستشار بالنهوض بالنهوض الاتحاد أنا أتوقع الاتحاد الدور الثاني بيكون فريق آخر يعني كان الدور الأول كان الدور الأول حيكون فريق والدور الثاني حيكون فريق ثاني نادي الاتحاد